السلام عليكم في شباب نحبهم في الله ونشهد الله سبحانه وتعالى على هذا الحب أصبح عندهم مشكلة بسيطة وهي أنهم ينظرون إلى أحكام الشريعة الإسلامية وضوابط الشريعة يرونها قيود يرونها أمور خانقة أنه قيود وضوابط يعني ليه الإسلام ما فيه التحرر بالتعامل بكل الأمور ليش أنا هون حرام وهون حرام أن خلعت لهم أقول وأسجل هذا المقطع أول مسألة نسأل حالنا رب العالمين لما وضع هذه الضوابط هل وضعها لحتى يخنؤنا هل وضعها وهو سيستفيد مننا بشيء؟ لا رب العالمين ما هيستفيد من هذه الشريعة شيء هو الذي قال يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعني يعني أول نقطة نحن رب العالمين شرعوا هذه الأمور ما هيستفيد مننا لماذا شرعها؟ ما شرعها؟ إلا لمصلحتنا وحمايتنا ابنك اللي صغير محب اللعب؟ أحيانا أنت تمنعه من اللعب أنت حابب تقيده؟ لكن حابب تنفعه حابب يشتغل بالأمور التي فيها مصلحته في الدنيا والآخرة بعض الطول اللي بتحط قوانين للسرعة ما تتجاوز المية أو ما تتجاوز المية واربعين أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك المهم لا بتحط هذه القيود حتى تحميك وتحمي غيرك هاي الضوابط اللي أنت شايف قيود طبعا أنا حابب أسرع بس بدأ تحميك وتحمي غيرك ولله المثال الأعلى رب العالمين ما شرع شيء من الشريح إلا لحمايتنا البعض يتذمر من موضوع الخلطة بغير المسلمين ما فيه إذا اختلطنا بغير المسلمين وصار إحنا وإياهن واحد وكذا وين المشكل؟ لا في ضوابط بالموضوع ما كل اختلاط جائز معهم رب العالمين ما وضع هذه الضوابط إلا لحماية عقيدتك وحماية الدين وهي الأساس أنه يحميك من أن يقع في قلبك شبهة فتشق بالله سبحانه وتعالى أو تشق بالنبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين فيه ناس بيتذمروا كثير من موضوع الدم أفول أنا أريد أروح أكسر رب العالمين وضع ضوابط ليش؟ لحفظ النفس يحفظك ويحفظ غيرك منك أو من شرك أو من غضبك أحيانا فرب العالمين وضع الطوابط لحفظ النفس البعض أو بعض الأخوات لربما تتذمر من الحجاب أنه لا الحجاب لربما أنه جلباب الدنيا شعوب أو بعض الأخوة يتذمر بموضوع أنه مخلطة بين الرجال والنساء يشوف إياه إذا اختلطنا يشوف إياه إذا الرجل أعد مع مرض أخوه أو نحو ذلك هاي الخلوة وين المشكلة إذا أنا اختلت بامرأة؟ شو كل شيء عندنا شهواني؟ لا رب العالمين ما وضع هذه الأمور إلا لحفظ العرض من باب الوقاية حتى ما نوصل ونؤع زي ما ناس كتير وعه ناس بتتذمر بالأمور التجارة المحرمة طيب أنا شوف إياه إذا حطت مصرياتي بالبنك؟ لماذا الشريعة بدت تحرم هالأمور؟ شوف إياه إذا ابعبت الأمر يخي مصريات وأنا حر؟ شوف إياه إذا انفقت على عرسي خمسين ألف دولار أو سبعين ألف دولار ولا مشكلة؟ لماذا الشريعة حرمت التبثير؟ لحتى تحفظ لك مالك لحتى مطيع أموالك وأمواله لهادك عشي انت هتندم عليه بعدين الشريعة ما حرمت شيء طب أنا بدأ أشرب خمر؟ وين المشكلة؟ أشرب خمر؟ حابب أكربع شوي وحابب أشرب سجارة؟ لا الشريعة بدأت تحفظ لك حقلك فحرمت هالشيء فاكر بكل شيء بالشريعة دائما بها الطريقة ان الشريعة هي ضوابط لحمايتك وليست قيود لخنقك يا طيب فكر فيها وانشر هالمقطع عشان في ناس كتير للأسف شار ينظروا نظرة سودوية لأحكام الشريعة بيلوا ان الشريعة من رب العالمين رحمة وحكمة وحفظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيبقى ذكرها دوما بباليب